حاجتين صعب ان انت تقرر فيهم صح لحظة الغضب ولحظة الفرح الشديد الاتنين هتفقد الموضوعية بتاعك يابت بلغ او يابت يابت تهمت خالص عشان كده في عز الغضب ان انت تعادلت مع الجونة ممكن في الوضع الطبيعي على فكرة يتحسب ان التعادل ما هوش مصيبة كبيرة لكن لانه استمرار لفقد نقاط هذا الهدر غير المقبول من الاهلي وصل الناس انها تدائع وانا هنا عايز اقول لكم على حاجة جدول الدوري لما تتأملوه تكتشفوا ان احنا محتاجين نهدأ محتاجين نهدأ عشان ناخد الدوري والدوري ده لازم ان الاهلي يعمل كل مجهوده عشان يكسبوه لان دي مسابقة التحدي الحقيقية للاهل السنة دي ومن اللعيبة قبل الجهاز وقبل الجمهور اللعيبة لازم ان تنتفض ولازم ان تشوف وضعها في الجدول ده هو افضل الاوضاع اللي الناس شايفاها فشل كبير بصوا على الجدول وهقولكم بعض من الرقام المهمة انا كنت عملا تخيل عنوان للفقرة بما اننا بنذكر الحتة دي كنت عايز اقول يا اهلوية الاهل ما بيرميش الفوطة احنا بنتكلمه كأن الاهلي فقدت دوري حتى لو احنا غضبانين ومتديقين لان فقدنا ميزة احنا فقدنا ميزة ميزة فرصة التقدم على المنافسين لكن ما هو خسران نفس عدد النقاط زي زيه انا هقولكم الجدول لكن هو الاهل يرمي الفوطة عايزيننا بقى ماشي ولعب بالنشئين وده ما ينفعش وده ينفع ونهيل الطراب على كل انجازاتنا وعلى مستوانا اللي طب مع الناس تتكلم الناس بتتكلم على مستوى النادي الاهل الذي حصده لقابين دولين محترمين عالميين وثمان بطولاء مقاب النادي عنده اربع القاب هو فيما كانه عند النقاط وعند مشجعي بيحتفوا واحنا عملين نهيل الطراب وكأن البعض يريد ان نلقي بالفوط الاهل كسب بطولة كان هو البعيد عنها من كم سنة بايه بقناعته انه هو حيكسب هذي ثقة انعكست على اللعيبة احنا عايزين كده الاهل مبير مش الفوطة يا جماعة مش الاهل ولا الاهلوين ما عندوش فوطة يا رميل ولا لعبت الاهلي لازم كلنا نمشي في سياق حنكسب البطولة وحنعمل والكلام بقى هنا كمان لمين او ناس للعيبة لموا بعض اتكلموا مع بعض لان جزء من التقسير احنا في كل المبارات اصداد ابراهيم الاكثر استحوازا الاكثر فرصا واخد بالك انت اقوى دفاع انت تقترمي ان تكون اقوى جوم انا اعجب لك الجدول لانه الارقام لا تجذب وهتشوفه عشان احنا ما بنبصش على جدول بكل العيوب بكل العيوب بكل العيوب الكارسية اللي احنا بنتكلم عليها وبنعترف بيها بس بكل العيوب دي وبكل الادعاء ان الاهل منهار وبكل الاعلام اللي بقى التسعين في المية منه كاره للاهل وموجه ضد الاهل وبرامج مخصصة وممولة ضد الاهل بشكل واضح وصريح ولا اي حد يشوف غير كده يبقى مش عايز يشوف الحقيقة الامور كلها موجهة ضد الاهل بشكل واضح يا جماعة بشكل واضح لدرجة انه ما حدش عايز يعرض الجدول ده ولا يقراه حتى بعين امينة شوية بموضوعية شوية اللعبة اللي انتو بتضغطوا عليها وبتستهينوا بيها لعبة 3 فاينال افريقيا في اخر 3 سنين غيره بقول لكم مرحوش افريقيا من 20 سنة ومع هذا انتو بتكسروا في اللعبة وبتسيئوا للادارة وبتنالوا من استقرارها لانه لو حد بص في الجدول ده في ظل الانهيار الكاريسي اللي انتو شايفينه الاهل اقل لعبا لعب 21 مباراة غيره لعب 23 حتى وانت اقل لعبا انت مسجل كام ده هجومك العقم والفريق اللي ما بيسجلش تهدف ان انت في الـ 21 مباراة مسجل 44 هدف انت الافضل هجومين اقوى هجوم انت اقوى زمانك لعب اكتر منك مطشين ومسجل 41 جون وانت مسجل 44 وانت مسجل 44 واقل من مطشين بصوا الافترة اللي على الاهلي فين شوفوا الحقائق الرقمية اللي محدش بيعرضها دفاعك اللي دايما وابدا متهم انه اضعف دفاعه وشوارع وتسمعه المعلقين انه فيه كارثة وفيه الانهيار دفاعك مستقبل 18 هدف فقط بينما الزمالك الفريق الحصين المحصن الدفاع القوي الفلازي مستقبل 25 هدف انت مستقبل 18 هدف وهو مستقبل 25 وان بمستقبل 15 هدف هو بس الدفاع الوحيد اللي اقوى منك لكن فارق الاهداف اصداد ابراهيم الزمالك له 16 بيرامد 21 ايه الاهلي 26 رغم انه عنده مطلين اقل شوف اصداد ابراهيم انا حاجبها لك على بلاطة لو قرنت الاهلي بالاخرين لا الاهلي افضل هجوما ودفاعا واخد بالك واداءا هو كسب الفرقتين دول لحد الوقت محدش يمكسبوا اي يعني اتقابل الاهلي وبيرامد مرتين الاعلي كسب الاعلي الزمالك مرتين تعادل ومتعادل يعني المواجهات البيانية على الاتنين لصالحة وهزيمة تقيلة اه لكن الناس غضبنا بس الزمالك فاز 2-2 برطة الزمالك فاز 2-2 وفاز 3-5 ايه لان لو امتد لحد بكرة كان الزمالك يقدر يكسب اه ما كان بتقلي الكلام ده اصداد ابراهيم ايه وبنبل عطوه ايه ونشم المدرب الذي فرط في فوز سمين بدن ما تفرح احنا كسبت 5-3 ده فرط في فوز سمين تكسب اربعة يقولك فرط في فوز سمين يتعادل فرط في الفوز التعادل بطعم الهزيمة بس انا معاه صدق فيدي انا مش اعلان لان الاهلي هنا لا يقارن بالاخرين الاهلي يقارن بالاهلي اذا قرنت الاهلي بالاخرين لا احنا احسن اذا قرنت الاهلي بالاهلي لا احنا اوحش بكتير اللي قال يحسن من كده طب نشتغل على دي وناخد الفرق ونطلع بيها انت عادر اي حد معايا ما اكسب ليه اه لا انا زعلان لاني مش قادر اكون انا انت راجل قلمك حلو وبتكتب كل يوم مقالة لقيت نفسك في شهر كده دنيا مضلمة معاك والافكار مقفولة قلمك ما بقاش حلو بس ما زلت انت ابراهيم المنيس اللي الناس بتجري تقراله واخد بالك ولكن انت زعلان ان انت مش انت صح ولا لا زعلان فيبقى دورنا عشان انت مقيم نفسك صح دورنا او دور اللي حواليك يا هيقولك الظروف ويريحوك ودوك الثقة وبتاعه يبتدي بكلمتين حلوين يا انت زعلان كده ليه لا ده كلام حلوه هو مازال قلمك رسين ومازالت افكارك مرتبة اه عندك افكار ابتكارية مش موجودة ابتدي ريح كده وخدلك يومين اجازة وارجعلي حتلاقي الدنيا تغيرت هو ده الحيافز مش اهل اللي بتعمله ده يا سيد ابراهيم ده احنا ما تعودناش منك على كده لو فضلت اقولك كده تعرف عملوا مرة حصائية او تجربة وراي نزل من الشارع من البيت صلعت عليه خمسة ستة انت النهدد تكويس مالك يوصل للشغل فيه ايه مشيتك مش عجباني انت وشك اصفر كده ليه يا خبا ربي ليه حابع بقولك ايه ما تاخد بقيت اليوم اجازة روى على المستشفى تبتدي تحط ايدك على قلبك وعايز تحاول وانت مفيش فيك اي حاجة غير اللي حواليك حطوك في هذا المود ايه انت مش انت ايه وقد اكون انا مش انا بس انا احسن منك ايه انت اللي عملت وقل لي وشك ومشيتك لا ده نصحين اخوة منك ايه انا ذهنين اعلى منك وانا وانت تصور لي ان انا مش في احسن حالاتي حاولين نتعامل مع الاهل كده هو ده بقى الاهل هل احنا مش شايفين فيه مشاكل لا فيه بقياس الاهلي الى الاهلي ايوه بقياس ان احنا فرطنا في فرص كانت تخلينا مرتاحين ايوه فيه قياس الخوف من تكرار تجربة ماضية ايوه بس وانت بتتكلم كده هو عناصر كرة القدم ايه سيد ابراهيم ادارة فريق جهاز فني جهاز اداري لعيبة ثم مساندة جماهيرية ثم مساندة اعلامية المناخ العام لا انا جايبهم لك واحدة واحدة ثم عدالة عدالة تحكمية انت افتقدت ايه دلوقتي الادارة موجودة الجماهير موجودة لكن فيه انقسام وفيه نوع من التشويش خلاص التحكيم لا مش عادل احنا جبنا لكم السنة اللي فاتت كان ممكن واحنا بنقول ان احنا بننقض نفسنا كان ممكن نقسم مرتاح ازاي لو خدنا حقنا ولو التعامل المنافس بتاع هو الناس خايفة خلي بالك انا اقول لك حاجة الناس خايفة ان نفس الدعم اللي المنافس خده السنة اللي فاتت ياخده السنة دي فانت كان عليك اغتنام الفرصة وتفضل سابق بالخطوة دي لكن احنا بنقول باذن الله لعبتنا تدرك ان المشكلة في اللعبة دلوقتي القرار انت كنت بتلعب بشكل جماعي رائع كله بيعون بعضه بيوصلوا لجون بيلعبوا القرار السليم مثل محمد شريف حد ينكر ده ده واحد من اهم وهجمين ماز ده اخر ماتشين جايب لك اجوان واخر تلات ماتشات مع ده الماتش الاخراني ده بس انت مش كله كورة يا محمد لازم من اول لمسة يوم المحلة ما كانش عندك حل تاني فكانت رائعة يوم سموحها لعبتها وكان ممكن تصرف احسن من كده او بتروي اكتر من كده لكن انت تصرحت حطتها في العرضة الماتش اللي فات اللي جات لك اسهل واحدة خدت قرار لعبتها من اول لمسة برضه لو كان سند ولعب كان قدر يعمل لكن هو ليه ما سندش ولعب ثقته مش في احسن حالتها تركيزه وحالته البدنية او الزهنية مش في اعلى معدلاتها التوتر الخوف من انه هو لو وقف تطول منه الناس يقولوا تقاف هنا ليه فقالك العبها بسرعة تعدي خبطت في سن جزمة الجون برضو فيها عدم توفيق ده الدرجة سمعت في رجبة الجون الجون مسك رجبته لان ما تتخيبت في صوابعة بتسمع في رجبتك على طول بالطريقة دي في خطأ في القرار طيب قول لي انت لما يطلع واحد زي محمد طاهر اللي قاعد يتعاجم كل ماتش يجيب لك جون والماتش اللي فاتت طالع من موجه كورة زي الساروخ حتاته في العرضة قرار سليم حسام حسن اللي حطينا عليه لود وابتدينا نفاهمه انه مظلوم 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 فلما خد الفرصة عايز يثبت وجوده اصبح فيه تسرع لعب ضربة رأسية ولا اروع لكن القرار صح ما تتعملش غير كده حتى لو وقت ييجي تقول لي حطها تحت ما هو مش فوقيها مش ركابها وكرة سريعة وقوية في حاجات تلوم اللعيب عليها وفي حاجات عملتها وربنا موفقكش وارد نمنا احنا نقول لهم ايه اهدو واسقين فيكو خدوا وقتكو احنا فاهمين التواطر اللي انتو فيه العبوا بقى العبوا بقى احنا عمالين مرة نخلص على هاني مرة نخلص على ربيعة ومرة ربيعة اللي كان عند الناس من اسبوعين هنا بقى فين وقاب ليها كان فين ياسر نفس القصة ايمن اشرف السنة اللي فاتت احسن مدافع في مصر ولاعب كل الحلول والناس شايفاه كده لما يصاب ما نقفش جنبه نراجعه علي معلول اللي كان مش في احسن حالاته طبعا ماتش اللي فات بدليل انه كل كوره عالية مش متوجهة مش ده احسن محترف في تاريخ مصر ده التقييم بتاعه وصلوا الناس يا أستاذ إبراهيم وهم بيتكلموا مين المحترفين يقولك الاهلي دفع عندك الفقرة دي هقق الجيلة طيب ترجمة نانسي قنقر